تقريف مرتك يا محمد يا ولدي دا الحاجة ايه متجوزها ليه ديه متجوزها يا محمد متجوزها تروق وانت ترملها المناديل في الشقة يا محمد ايوه ايوه جاكهوى يا محمد ايه يا محمد ما تنام يا محمد حد مسكك مرتك من الصبح حريم اخوتك مجاعدينش وعاكرة تقلب وتعدل في الشقة وقللها خلاص يا نادا لا ترويقوا بوجع جلبي يا نادا لما يجي البنات لا تدراتش عليه ايوه يا امي صحة ايوه يا محمد خلاص خلصت الموعين ومسحت قدراءة القضاء يا ولدي قلت لك سيب الحال يا ولدي يا ولدي سيبك من الحال يا ولدي من الصبح تنفض ومالصبح تعملي يا ولدي لميه والبنات هيجوا ينفضوها ويعدلوها ما شموم يا محمد ربنا يا ولدي يقويك ويقومك بالسلامة يا ولدي ويصلح حالك الله يصلح حالك الله يصلح حالك يا ولد ايه اللي هتعملوا دي ايه اللي هتعملوا يا محمد ايه يا أم داخل علي دور برد داخل علي كاي يا محمد داخل علي كاي يا محمد واللي داخل برد انت تحت فان يا محمد انت عترمي فان يا محمد هترمي فان يا محمد لا مدتوريش تعمليه انت عترميها يا محمد عارف نفسك عملتاه هتحط المناديل ما تجيب الطفاها يا محمد تحط عليها المناديل يا محمد ما شيفش مرت ولدك ومرت اخوك عتعمليه حريم اخوتك ما قاعدين وشايفهاش عمليه وبطنها فوق قلبها يا ولدي تعمل تاني تعمل ازاي تاني يا محمد ده مرتك تعملي مصدق او اقول لك داخل عليها دور بلد ابهات يا محمد هت تعرف يا محمد والله الاشيل هم انتي والله يا محمد ما تيجي معي لخليك تشيل السجاد كله وتنفطه وعندي يعني اقول لك تعمل عليها دور بلد تاحت ممترة ما تدور وانت داخل عليك دور بلد تقرف مرتك يا محمد يا ولدي ده الحاجة ايه متجوزها ليه ديه متجوزها ايه يا محمد متجوزها هي تكنس وتروق وانت ترملها المناديل في الشقة يا محمد ايوه 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 جاك هاوة يا محمد تعرف الهوة اللي عتقول واخدني برد يجيك هاوة اكتر من البرد طب وبعدين يا صحيبينا عشان مصدق يا قلتني اه اسيبك عشان انت مصدق طب هات المناديل ده ايه والله ندى ما تشيله والله ندى ما تشيله والله ندى مطعت قد دية الوقت وتشيله يعني يا اهوة ايوه متشيلهم غراكنت مش هشيله انا ربتك على كده يا محمد مش هشيله انا ربتكم بتعملك ده يا محمد لقد قلتك ؟ انت سأتقول للك امك ايها المسكت ؟ انت سأتقول لي امك سأتقول لي ايها طيب يا ماما سأتقول لعشب الشاي وكب الشاي عالسجاد كيف تكب الشاي عالسجادة ؟ اذا كبت الشاي عالسجادة اترك علاقي يودك المشتاشوه انت هاي يا ولد انت فعلت هذا اتشعر تزعف التلفزيون يا محمد لم يحمد المنادي لمي يا محمد المناديل دي انا غلطان اني قاعد معكم انت غلطان اني قاعد معاني والله ما تمشي ولا تطلع يا محمد غلما تلمي الحاجة دي حشي 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 المناديل دي يا محمد حشي المناديل بدل ما اقول لك شيل الصلاة كلها ونفضه كويس يعني دي وانت عيام الفوق ويبهد الفوق ويبهد الفوق عشان انت مقصوك المرة اقول لي ماما بسكت هعمل ايه طيدي هجاي المرة دي شافيتك عاوش لم يا خالي لم يا ولدي لم انا مربيتش عليك دي يا محمد ده اللي عيام لك دي مربيات انت متجاوز المرة دي تروق وانت تقرب انت متجاوز هي تمسح في المناديل وترميه ايه ده الجادع يمسق المندين ما خليش عيله يمسك علي بيمين مصدع ومفايل مصدع ااترى ارى اوركي اصدع ازاي محمد مصدع ومش فايل لم المناديل دي ولم العلبة دي اشيه ليه وهاتي الطفايا جارك هاتي الطفايا جارك يا محمد اريlish ابونا هابocal اري Interview لمي الحاج ديد لمي الحاجة دي قولت ليك سبيermo صدح لمي الحاجة دي لمي الحاجة دي لمي الحاجة دي انت اتوحشت والله ما تمددها عليه اللي مسح بي زنونت شيل البيت هاد البيت عوزة ايجا ايه البيت هتعمل ايه اتشيل البيت ولا ما تنظف للبيت ولا تعمل للبيت ولا ايه ايه يا محمد انا ما ربطش عليك دي يا محمد ينفع الكلام دي ما ترد علي يا محمد ولا انا واقف عنه انا ما فايقش انا ما فايقش انت ما فايقش فايق تمسح مناخيرك وترمي في المنديل يا محمد امسح في هدومي يعني لا ما تمسحش في هدومك يا ولد امسح بالمنديل يا نورعين ومن الادب والزوج والرباي خط في الطفاية جارك يا غال ما لاجيش الطفاية لا تور اجيبها لك يا محمد قل هاتيلي يا ماما الطفاية وانا اجيبها لك خلاص يا ام حاضر 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 هتكلم انا دمك يا محمد هتكلم نقطة شكل بي ده اتصل لأخواتك يودوك المشتاش فيه انا شك عايزك يا ام تسيبيني اصيبك اصيبك تمسح وترمي هني يا محمد طب والله لا تجيبهم يا محمد ده انت ليلتك نهاردة زي زي العس حوشد البت راح تاكل المنادي ايه طور يلا طور اطلع بره يلا طور اطلع بره يلا خدي خدها بقاك اطلع في البال خد هتلها حاج طب هتعلن خد يلا اطلع وانت يا منا يا نادا سكتاله عليك ده هقول له ايه طيب يا محمد مش تقوليني يا ولدي هعملي طيب ما هو كده على طول هو كده على طول ايه 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 محمد اللي دول كبير معاه ماشي يا محمد ماشي يا نادا خد البت يا ولد سبيه سبيه يا حبايبي يا ولادي اللي متجوز وحده يا غالي يخطها في عينيه متجوزه للاحترام بينها ما بين بعضهم يبقى فيه احترام ويحطها فيه غراس وتحطه فيه غراس مش متجوزها يا غالي يشغلها جاء تحته خدامه هاتي يا ست وهاتي يا سيدي سمعين يا حبايبي الجواز احترام الهدف من الفيديو يا اخواتي ان انت لازم يبقى فيه مشاركة بينك وبين زوجتك محبة ومودة وتحسنه بعض مش جابها من بيت اهلا لاش انت هنا لازم يبقى فيه احسان انا عاوزاكم تستفيدوا من الفيديو دي يا حبايبي كلكم يا ولادي انت وبناتي الجواز محبة ورحمة عشان بيت سعيد واسرة سعيدة متجاوز الواحد الوحدة عشان ربنا يكرمهم ويقونوا اسرة جديدة ويخلفوا صبيان وبنات ويوفقوا بعضيهم وهي تقف معاه وهو يقف معاه ويبقى مودة ورحمة يا حبايب والله يا رب تكونوا على الله يا حبايب تكونوا ان الحياة مشاركة بين الزوج والزوجة مفيش حاجة اسمعنا يتجاوزك عشان تخدميني والاحترام لازم يقوم بادل بينهم والاحترام فوق كل حاجة يا حبايب والمودة والرحمة لازم المودة والرحمة بين الراجل وامراته والاحترام وكتبولي في الكومنتات يا حبايبي على الله الفيديو وصلنا لكم الفيديو